بسم الله الرحمن الرحيم نشرت مجلة تطور الطفل الأمريكية دراسة علمية تؤكد أن العقاب البدني يجعل الأطفال أكثر عدوانية ويؤثر على نموهم الذهني وقدراتهم الإدراكية وأظهرت هذه الدراسة أن الضرب يجعل الأطفال أكثر انعزالية وإن أولئك الذين تعرضوا للعقاب البدني في عمر سنة واحدة أصبحوا أكثر شراسة وتراجعت قدراتهم الإدراكية يقول العلماء أن كثرة الرسائل السلبية للطفل تؤثر على ذكائه ولذلك بدأ العلماء اليوم يهتمون بأسلوب جديد في التربية قائم على ماذا؟ على البرمجة الإيجابية وتشجيع الطفل دائما على التجربة وكيف يتصرف بشكل صحيح في مختلف المواقف هذا هو ما طبقه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرنا فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما قال لي فيها أف قط وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا الحديث متفق عليه وسبحان الله عشر سنوات ولم تصدر من هذا النبي الكريم رسالة سلبية واحدة ألا يدل ذلك على صدق هذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر